عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه يأتي بهدف العمل على دفع ومساندة صناعة السكر في مصر بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية موجها بضرورة التنسيق الفاعل بين الوزراء والجهات ذات الصلة بهذا الملف وشهد الاجتماع مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر وتدليل المعوقات التي تواجهها ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول وتفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة وقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها